بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وزاهلاً أبناء العزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تتعلقنا طبعاً بأنشطة لتقويم التعلومات ودعمها الوحدة الثالثة كما ترى إذن المرجع هو المفيد في الاجتماعيات القسم طبعاً الخامس ابتدائي إذن هذه أنشطة تقويم دعم التعلومات تتعلق بطبعاً الوحدة الثالثة فيها الدرس الخامس ثم الدرس السادس الدرس الخامس وهو المغرب القديم التأثير الحضاري المتبادل طبعاً بين الفينيقين والأمازيغ ثم الدرس السادس وهو المغرب القديم الحتلال الروماني والمقاومة الأمازيغية سنجيب علينا درسان سنجيب على الأسئلة تميل الأول يقول لنا هذا النص أخذ في ارتياد السواحل الإفريقية بحثاً عن العاج والذهب وترددوا على الساحل المغربي ومكنت عمليات البحث المنجزة بناحية طنجة ليكسوس والصويرة من العثور على الآثار التي خلفها مرور البحار الفينيقيين بهذه المناطق المزهريات حلي الذهب والفدة أوان خزفية كما أثبتت البحوث أنهم كانوا يقيمون علاقات تجارية مع القبائل الأمازيغية منذ القرن الثامن قبل الميلاد إذن حاولوا تقرأوا النص أنتم أكثر من مرة سنجيب على الأسئلة أقرأ النص ثم أجيب أعرف بي الفينيقيين وأبين النشاط الذي كانوا يمارسونه مع القبائل الأمازيغية الأمازيغية نعم إذن سأعطيكم الجواب التعريف للفينيقيين ها هو نقدر الصورة نعم ها هما الفينيقيون شعب ظهر بالشرق الأدنى طبعاً في لبنان حالياً الشرق الأدنى لبنان حالياً منذ 3.000 سنة قبل الميلاد اشتهروا بتجارة طبعاً البحرية واتجهوا إلى الشمال الإفريقي منذ القرن منذ سنة 1.200 سنة قبل الميلاد جواب دي السؤال الثاني النشاط التجاري الذي كانوا يمارسونه مع القبائل الأمازيغية طبعاً التجارة البحرية التجارة البحرية نعم نمر إلى السؤال الثاني أحدد المراكز التي تم فيها العثور على لقى في نيقية وأذكر أنواع هذه اللقى إذن المراكزها هي بناحية الزنجا ليكسوس السويرة وأنواع هذه اللقى هي المزهريات المزهريات حلي الذهب والفضة ثم أواني خزافية هل جوابها هو مكتوب مش تقيدوا نعم إذن أحدد المراكز التي تم فيها العثور على لقى في نيقية هذه ناحية الزنجا ليكسوس السويرة أنواع هذه اللقى المزهريات طبعاً حلي الذهب والفضة ثم أواني خزافية نمر إلى السؤال الثالث استخرج من نص العلاقات التي أقامها الفينيقيون مع السكان الأمازيغ المغرب نعم نوعية العلاقات سنرى كانوا يقيمون علاقات تجارية علاقات تجارية مع القبائل الأمازيغية هذه هي مكتوبة نعم إذن استخرج من النص عن نوعية العلاقات التي أقامها الفينيقيون مع السكان الأمازيغ المغرب وهناها علاقات تجارية يمكتوبة بالأحمر علاقات تجارية نعم نمر التمرين الثاني قنا أصف الطريقة التي كان يتعامل بها الأمازيغ مع القرطاجيين في التبادل التجاريين الثانية معروفة هي المقايضة يعني تبادل سلعة بسلعة المقايضة هي تبادل سلعة بسلعة فطبعا كانوا القرطاجيين يحضرون متجدية لهم صناعية أو نخازفية وغيرها ولكن الأمازيغ عندهم مواد طبيعية هي الذهاب والفدة وغيرها سنرى هالجواب نصفه بحد التعبير نعم نعم يتم إفراغ منتجات القرطاجيين ويضعونها على طول الشاطئ ثم يعودون إلى مراكبهم ويوقدون النار لإخبار سكر الأمازيغ بأنهم قد أتوا القرطاجيين ووضعوا السلعة لهم يأتي الأمازيغ ويضعون الذهاب قبالة المنتجات القرطاجية يضعون الذهاب قبالة المنتجات القرطاجية نعم 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 المغرب في عهد acceso الرومان سأضع أفضل المغربr المغرب في عهد الاحتلال الروماني المغرف في الحسين الروماني خلال قرن الأول ميلادي ثم عدنا هذه الليمس مهمة هذه هذه هي الليمس أعتادر الليمس وهذا الليمس وهذا الليمس لهو جهاز دفاعي مكون من خنضاق وطبعا أصوار وأبراج لمراقبات هجومات القبائل الأماضيغية الليمس نعم هنا دفاع سنمر إلى الأسئلة اللي بقات أعرفه يوبا الثاني وأسمي المملكة التي كان يحكمها إذن سنتعرف على يوبا الثاني المعروف هذا يوبا الثاني ها هو نعم ديره هنا وشبين نعم أعتادر ها هو يوبا الثاني إذن يوبا الثاني مالك أمازيغي حكم بين 25 قبل الميلاد و23 ميلادية والمملكة التي كان يحكمها موريطانيا الكبرى موريطانيا الكبرى سنقرأ واحد النص باش نحدو الشخصي دياله كان يوبا الثاني يجتهدوا أيضا من تأجل تحقيق ماذا الرفاه الاقتصادي بلادي كما كانت مدينة ليكسوس وطنجا مزدهرتين وطبعت على قطعهم النقدية رصوما لسنابيل القمح وعناقيد العنب إذن استخيج من النص غاللك شخصية مزايا شخصية وبعض الأعمال التي قام بها إذن سنرى الشخصية دياله هذه هذه قصة جيوة لا تضع ميلة بحلقة إذن ها هي إذن كان يحكم مووريطانيا الكبرى لكي لا ننسوا هذا يعني يحكم مووريطانيا الكبرى والشخصية دياله والمزايا دياله سنرى ذلك إذن هنا مزايا شخصية دياله يبتاني وبعض الأعمال التي قام بها إذن فهو كان طبعا مثقف نعم ما تنقدس هذه كان مثقف يجدهد تحقيق الرافع الاقتصادي هذه لم يكن في النص ولكن أقام مع عامل الصناعة السباة أجوانية لم يكن في النص ولكن هنا من خلال النص أنه قام ازدهار مدينتي ليكسوس وطانجا حيث تنظر فيها طوّر مع صانية تمليح الأسماك إذن طوّر قام بتطوير مع صانية تمليح الأسماك ثم بالأعمال الغم أو ازدهار الفلاحة حيث طبيعة على القطع النقدية رسوم لسنابيل القمح وعناقيد العنب هيا باشتبال لكم إذن ازدهار الفلاحة طبيعة على القطع النقدية رسوم لسنابيل قمح وعناقيد العنب أتمنى أن تكون قد استفدتم من الحصة إلى اللقاء